اشتركوا في القناة هنبتدي تقمل اول تاني شرحنا بس اول ايتين فالنهاردة هنقولها لغاية الاية سبعة باذن الله هنقول لغاية اللهم صلى الله عليه وسلم محمد لعند اية سبعة وهنقسم الفكرة التانية من تمانية لستة واشنة طيب نفكر بس مشاهدين ان انتوا تركزوا في كلام وتفسير دكتور سالم عشان عندنا 30 رحلة عمرة مقدمة من جمعات البر والطقوة اللهم استعاني نبتدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع كلمنا امبارح عن ان معنى الغاشية اسم الاسماء يوم الايام وان عاملة وجوه يومئذ خاشعة ذليلة وجلة خائفة الى اخيرة ليه قال لانها عاملة ناصبة يعني ايه عاملة ناصبة دي ايه معنى عاملة الناصبة الناصب او الناصبة تعبانة متعابة ما كنت العمل زي اذا فردت فانصب اتعب وعبد ربك لها تفسيرين والاتنين يعني مقبولين لحد كبير الاول انها كتف الدنيا شغالة تعمل معروف كتير اوي او بتكتهد في العبادة اوي حبا في الله لا للأسف حبا في الظهور الظهور فيه والرياء والسمعة فيش في بالها ربنا خالص اللهم حبيب بتقول لسه شغالة بتكتهد تعمل خير تعمل معروف عشان يتقال عنها انها كويس ما عندهاش ايمان لم ينطلق معروفها وعملها وتعبها من ايمان ايه فيه ناس من اصحاب الديانات الاخرى مش حتى السماوية الوضعية بيعبدهم او عندهم طقوس اتعب من طقوسنا يعني بص حضرتك كده لو انت بتتابع بعض عباد الوثن عباد اللي هي في الهند دي اللي بيعبد البكر ولا بيعبد بتاعه شوفهم في معابدهم بيعملوا ايه وبتعبوا ازاي شوفوا الطقوس اللي بيعملوه انا عملت مثالتي في الدكتوراه سنة 2000 تقريبا اشتاف 2001 اه عن عباد الشيطان شوف الطقوس بتاعتهم اللي هم الوقت اليزيدية الموجودين في العراق اللي الدواعش كانوا يعني بيستقصدهم شويتين شوف طقوسهم ادي ايه متعبة شوف حجم المحرمات على نفسهم ادي ايه تعجب ازاي قدين يعملوا الكلام ده تبدأ الكلام ده هيبقى نافعهم في حاجة يوم الاخرة في الاخرة ده بعملوا عشان الشيطان يعني الناس بقولوا احنا عملا بيستقصد بحجم مح Straße وبيحرم بقى الخاص عشان مش عارف ايه بيحرم مش عارف خاص اه اه حاجات كده حاجات كتير بقى من اه يحرم التخيين المهي حرم لايه حرم ايه حرم ها كتير قوي حرم التوص علي اساس انه هو ده ابليسيس المتوص ملك عندهم فييبقى التوص ميكلهوش يحرم الزواج من غيرهم فلما يحب واحدة من غيرهم لا مايتجاوزةاش يحرم حاجات كتير قوينا نفسه وعايش كئيب مش مستمتع بأي من متعة الحياة دول هما اليزيدية 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 غير الزيدالة في اليمن دول شيعة دول الحسيين والكلام ده كله دول شيعة نما اليزيدية والعبات شيطان عندهم ثلوث الله يزيد توص ملك يزيد نموعاوية بيقلهوه بيقدسوه وعملين ثلوث الله يزيد توص ملك لوه الشيطان توكوز بقولك عجيبة عجيبة فدول يتقال لهم ايه بقى وجوه يومئذ خاشع عاملة الناصب كتشغالة في الدين لك ملاش اي لازم او المعنى التاني انه يوم القيامة هيشتغلوا اشتغلوا ايه ربنا يجيب لهم اثقال عظيمة وثلاسر كبيرة في النار يجروها شان يعذبهم بيها من باب التنكيل في العذاب عاملة الناصبة في نار جهنم تصلى نارا حامية نار متقدة والعاذ بالله تصلى عن تدخل تسقى من عين آنية تسقى مالفروض الجانب النار ما فيش فيها شراب بس فيها شراب مر ميالته مر بس شراب اصلا من عين كلها نار وعبارة عن عصارة اهل النار والعاذ بالله القيح والصريدي اللي بنزل نتيجة الحرق ده هيشربوا اللي تحتيه كل درك يشرب اللي تحتيه يشرب تعرفوا ايه وهكذا فعش كده ربنا بيقول تسقى من عين آنية نار والعاذ بالله ليس لهم طعام إلا من ضريعة شيء زي الشوك كده اللي هيكلوا شوك ويريتوا حتى شوك عادي ده شوك محترق نار جهنم ما هو كل كم ده نزلهم من اين من النار من النار في قلب النار والعجاز بالله لا يسمن هاي يسمن ازاي ده هو أصلا كل حاجات يعني تتعد تمرد لا يسمن ولا يغني من جوا فهي يظلوا برضو ايه يظلوا جائعين ودي الفكرة الاولى تعالوا شوف بقى الكسم التاني من الناس وهنقره من اول اية 8 لعند اية 16 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة واكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم تعالوا شوف القصة دي ايه بقى عكس بقى اللي قلنا اه الوجوه الناعمة بقى مش النعمة الناعمة يعني متنعمة اللي امه اهلوها متنعمون اهل الجنة بقى ايوة طبعا اهل الجنة ما لهم دول اهل دول منعمين السبب ايه مش محباة لسعيها راضية لانها في الدنيا سعد برضا زي ما انت قلتلي كده مبارح انا بصم انا مبصوط انا بصم انا مبصوط بصلي وانا فرحان مبصوط مش بس الخوف اللي محركني وانا عدت احا فكر في كلامك تبقل انا مش خايف مش خايف مش خايف انا عدت افكر في كلامك وجدت له ملمح طيب جدا ايه بقى هو الناس قد تفهم ان انا خايف من ربنا زي خوفي مثلا من اسد خوفي من مرض خوفي من حدس وانا بعد طريق فبقى رب ربنا مش كده من خاف الله هرب اليه مش هرب منه هل جاء له هل جاء له فهو خوف فيه نوع من التقدير والاحترام مش الخوف اللي هو اللي ههرب منه بقى وعايز افر منه لا ده العكس ده انا اخاف منه فاهرب اليه لان انا عارف كويس اوي ان ما فيش رحمة اوسع من رحمته ما فيش حد هيحطني برعايته غيره فارجع له هل جاء له ونسعه تعالى ان يرزقنا هذا الفهم لقوله فلط الذريات ففروا الى الله اني لكم منه انا بخوفكم من ربين فاروحوله شايف الفكرة فهنا الخوف مش هو للطراب والقلق والضيق والضجر والصخط لا اصل واحد كما ممكن ما يخاف ما يعرفش يركز في حاجة في حياته اه فهو خوف خوف مختلف عن الخوف بتاعنا اللي هو الطبيعي بخاف من النار بابعد عنها بخاف من المرض بطقيه بالدوى وطقيه بالاسباب خايف وانا بعد بصريك من العربية بخلي بالي ببص كويس انما لما خاف من ربنا برجع له بروح له اه حلوة ولم خاف من ربنا برجع له مش بهرب منه صحيح فهو خوف هو اقرب منه الى الحب من الخوف بالمعنى البشر بتاعنا والله اعلم فانا بحييك الحية ربنا يكلمك يا رب شكرا بلاك فطرة كويس يا شريف فطرة مش مسدقني واللهنا كويس على فكرة انت مش مسدقني ربنا يبارك فيك يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيب فبيقول لي لسعيها الرضي اي بسبب السعي اللي فيه رضا فيه انبساط لان الناس كلوقتي ما شاء الله في اخرى مدنة رضية كده سعيدة مبسوطة فرحانة بانها اقامة العبادة بتاعت بابشرهم اللي سعى بهذا الرضا وبهذه الطمأنينة ان شاء الله له الجنة باذن الله شف الجنة ايه بقى في جنة عالية طبعا الجنة مرتفعة اساسا النار اللي تحت الجنة الفوق فوق وذلك حتى احنا لما حد يتوفى وعنده ابن صغير بابا فوق ويا رب يكونوا فوق في الجنة الجنة فعلا عالية لا تسمعوا فيها لاغية انت هنا دلوقتي تسمع صغب تسمع حد بيشتم حد بيقول اللي تأدب حد مش عارف ايه في الجنة ما فيش الكلام ده كل الناس كلامهم حلو كل الناس كلامهم حلو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا وقيلا سلاما سلاما الناس بتتكلم حلو مع بعضها بتسكت بعضها بتسلم على بعضها انما هنا هنا بتسمع حاجات تاني فبقول لا تسمع احنا بنسلم على بعضها عشان مصلحة للأسف لا تسمعوا فيها لاغية فيها عين جارية فاكر لما كمنا عن جنة تاسي اللي بتعطيها الانهار هيبقى عندي نهر هيبقى عندك نهر وهيبقى عندك عين هي درجات في حد بيطه او اسره الفي الجنة في عين طلعوا له مخصوص كده زي كل العيون اللي بنشوفها دي عين مش عارف ايه وعين ايه وعين ايه وقد يكون الانسان في درجته نهر بتاعه حسب درجته كل واحده عمله درجته فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة طبعا انت بتتكلم هنا عن قوم من قريش اللي كان بنازل فيهم القرآن نايمين على الارض نايمين على الزلط نايمين في الصحراء بيفرشوا عاملين خيمة وفرشين في ارضها بتاعها اذا كان لقوا يعني فرش هيحطوها ولا ملقوش ملقوش ناموا على التراب فلما تقولهم فيها سرور مرفوعة الله يعني ايه سرور مرفوعة سرور الجمع سرير فيه اسرة يعني واسرة مرفوعة يعني عالية مش قريبة من الارض فجيه واحد كده لسيدنا النبي قال له طب هنطلع عليها ازاي يعني بالتاري يعني لسيدنا النبي لما هي عالية كده روح لها ازاي هيروح يقول له بعد شوية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الجمل ما هو أطول منك وأعلى منك لما يحب تركابه بيحصل ايه بينزلك بيبرك في الأرض والسرير وكذلك بعدين جايز ما نكونوا في الجنة حنطير مثلا ما برحتك بقى هي فيها كل حاجة بقى أطير احنا عايز أطير فيها صور مرفوعة في المقابل وأكواب الموضوعة حواليك كده الكؤوس والأكواب تشرب بقى مية تشرب عصير تشرب خمرة تشرب اللي انت عايزه في الجنة بس هنا لا الحمد أن عارف والله انت إنسان فاضل ربنا يبرك لك يا رب لا اشعالي انا فاهم انا بس لا احسابه ايه ولا في الجنة لا احسابه في الجنة احسابه اش في الجنة ليه خمر الجنة ليس لها من خمر الدنيا الا الاسم وذكر بالاسم هكذا انا سيب يحب واخدوا عندكم خمر بس خمر ايه غير آس ما فيش فيه ذهاب للعقل لا اعوذ بالله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يعني ما فيش فيها خبال ما فيش فيها تعب ما فيش فيها ذهاب للعقل فيش فيها سكر فمختلفة والله المستعان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة شوف المبتعم في البيتك كده سجاجيت كده حلوة وتصفها صفوف وبعد انت جيب بقى دي بقى يا سيدي الزرابي المبثوثة بقى زرابي حط ادي عشان تتكئ عليها رميتها في الارض كده وتقعد عليها شلت اسمعها زرابي هي كده بقى كويسة ولا لسه سوى شوفي قبل تسجيل عبا لعب لا منعارف انها كده دقيق اشدها لك خالص لو عايق لا لا خليها زرابي وزرابي مبثوثة وبعدين ينتقل بقى لموضوع تاني خالص ومهم جدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نخل الاخر يا شباب يلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم يعني ايه الكلام ده ايه هو الكلام ده القرآن الكريم لما بتكلم عن العقيدة بينظر لكل قوم على قد مستواهم مستوا الناس دي يا شريف لما نزل القرآن كان ايه اللي يعرفوه ايه اللي قدامهم ايه اللي في حياتهم ايه المواد اللي بيستعملوها ايه اكبر حاجة بالنسبة لهم في حياتهم ايه الجمل والجبل والسمى والارض عندهم حاجة تاني اه فيش هيجي في موضع تاني وروح مذكرهم بالاطعمة فلينظر الانسانه الى طعامه هيجي في موضع تالي تذكره بنفسه فلينظر الانسانه مما خلق لكن فأيامنا دي بقى يقولنا ايه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم بص في نفسك بقى هتلاقي فيها ايه وفيها ايه تعرف ان ربنا حق بص في الكل من فوقيك وانت سخرت سفن فضائية وصواريخ وطائرات تقوم تعرف ان ربنا حق صحيح مش كده فهنا بيقولهم الاربع حاجات دول افلا ينظرون الابلك ايفه خلقت ايه وانظرنا يا ربه يبقى فتعرف ان الخلاء الجمل ده رب قادر على كل شيء والجمل مختلف عن الحيوان الاخر الحمر والاخلافه وتركبته عجيبة وامكاناته عجيبة وانتوا بتستعملوه يبقى المفترض تعرف ان ربنا ايه ان ربنا حق طيب وإلى السماء كيف رفعت ومرفوع من غير عموده على الان ما كانوش عالفين حاجة ساعتها لا فيه جاذبية ولا غيره وإلى الجبال كيف نصبت الجبال نصبت يعني نكت في الارض وتعملت زي الاوتاد وشان تمسك الارض وان الجبل حجمه فيه قده مرتين تحت اه مش كده وإلى الارض كيف سطحت صرحة يعني ايه مهدت وزي ما انت شايف كده منبسطة ما شاء الله يقوم سيدنا النبي بعد ما يتقله خلوهم بس يبصوا للآيات الكونية دي وذكرهم بس مالكش مهمة تانية فذكر انما انت مذكر مهمتك التفكير لست عليهم بمسيطر يعني ايه بقى يعني ايه مسيطير يعني انت لست مطلوب منك ان تكريههم على الايمان انت طورك بس تذكرهم تقولهم وسيبهم توعظهم تنذرهم اللي يستجيب يستجيب ما يستجيبش ما يستجيبش استخلي بالك هنا لما اقول فذكر انما انت مذكر لما اقولك افتكر يا شريف معنى انك انت كنت تعارف حاجة ونسيت فلما اقول فذكر طب هم الناسوا كانوا فاكرين ايه وكانوا عافئين ونسوه الفطرة لجواه الله ربنا خلقنا بيها نسوا مع الوقت فجاءت النبوة لتذكر فمهمة النبوة التذكير طب لما مهمة النبوة التذكير وملهوش دعوة بحاجة تانية ومش مطلب منهم ان يكرههم علا الإيمان انا تعبوا مهمتي ايه يعني اذا كانت النبوة ليه اغير منه على الدين مهمتها التذكير والموعظة والتعليم وبس يبقى انا مهمتي ايه نفس الكلام ولا هروح اكره الناس علا الاسلام لأ طبع نفس الكلام اذا كان النبي الكريم غير ما سموح له بان يكره الناس علا الاسلام لا الرسول اللعhum بحاله اه غير مسموح له أن يمكن هالناس على الإسلام وإنه يكون بس بالوعظ والتذكير والإرشاد فإنك بقى لو حد فاهم معالم في الدين يبقى حيكبر الناس مهمته إيه التذكير فحس حد يقول لي بس سيدنا النبي ألأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله آه ده حديث صحيح بس خلي بالك هنا هو لا يتكلم عن الناس بصفته من الناس ولا جنس الناس وبيتكلم عن أهل مكة اللي بيحربوه فربنا أذنه الحديث ده كان الحاجة معينة بس لموقف معينة بس بس كوريش اللي بتحارب فأمر النبي أن يقاتل كوريشا التي تحاربه هيمتنع إمتى عن حربهم لما يكفهم أو يسلمهم يعني كممكن يكفوا من غير ما يسلمهم ها وحصل وحصل في سنة ستة راح النبي يعمل عمر عليه الصلاة والسلام قالوا لا ما انتش داخل فعملوا صلح اسمه صلح عضايباء من ضمن الصلح ده إنه ما فيش كتال وافق سيدنا النبي يبقى ده ده على إيه على أن القصة لها حكاية حكاية أنهم يقاتلون فلما كفوا من غير حتى إسلام كف عنهم بالعكس دداهم كل اللي هم عايزينه عشان يحقن الدماء يعني قالوا له سرط مكحفة مثل سيدنا عمر داق جدا وقال له يا صلاة ألسنا على الحق وهم على الباطل لم نوعش الدنيا من دينينا سيدنا أنا بعارف لا مش الدنيا ده أنا عزا حقن الدماء يا ريتي الناس تفهم ده مش هيفهم هيفهم إن شاء الله بصيرهم يفهمهم الله المستعان فذكر إنما أنت مذكر مهمتك التذكير لست عليهم بمسيطر أي لست مكريا أحدا ولا مهمتك اكره أحد بس التذكير إلا من تولى وكفر ما لبقى اللي تولى وأعرض وكفر دهوا إلا من تولى وكفر مش أنت اللي هتحسبه فيعذبه الله يعني أنا هنصح الناس هاطل على المباري وقول للناس هقول لهم أصدقوا هقول لهم اتقنوا عملكوا هقول لهم كونوا أمناء هقول لهم خليكوا متعففين خليكوا طيبين اعدلوا بين الناس سووا بين أولادكم كل حاجة طيبة دي واحد ما عمالش أنا مالي أنا مالي هروح حسبه ولا أعمل قاضي بحاكم الناس أهدى القاضي القصة إلا من تولى وكفر تاب ما استجابش وكفر ماله فيعذبه الله ما قالش يعذبه سالم ما قالش يعذبه أحمد ما قالش يعذبه داعش يعني فيعذب خلينا بيكام على نفسنا أحسن فيعذبه الله العذاب الأكبر اللي هو فين الأخرة بقى الأخرة في نار جهنم إن إلينا قيابهم هم مش قاعدين مخلدين هنا القياب معناها الرجوع هم راجعين لنا هم إيه راجعين لنا فمدام راجعين لربنا يحسبهم بقى مش انت اللي هتحسبهم يا محمد ثم إن علينا حسابهم يبقى مهمتنا هي التذكير والدعوة والإرشار والتعليم والحساب عند ربنا لما يرجع له الناس وهذه طمأنينة من الرب سبحانه وتعالى سيدنا النبي عزالي السلام بيحدد له مهمته ومش هو بس اللي كان منذر كل الأنبياء بلاستناء مبشرين ومنذرين يبشروا أهل الإيمان والعمل الصالح بالجن وينذروا أهل الكفر بالنار وده مهمته ما يتعدهاش اللي يؤمن خير وبرك ما آمن شي حسابه على ربه بس ما يجيش حد يقول بقى أنا اللي هحسبه وانا اللي هعقبه لا ربنا يا حسبه إمتى مش لازم حسبه في الدنيا عشان يجيش يقولك إيه ما احنا شايفينه ما هم طغاه ومتجبرين وعمل بعملوا 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 وما حصل لهم شي حاجة وانت مالك وهو ربنا قالك هعقبهم هنا حكمته بقى بس ربنا مش هعقبهم هنا وبعدين الأخي جايز ربنا يكون كريمهم وهيستغفروا ويتوبوا ويرجعوا أحسن مننا احنا مالنا احنا مالنا الحساب ليس علينا الحساب على الله امتى الحساب مش في الدنيا واحفظوا عني أيها السادة الدنيا داره ابتلاء والآخرة دار الجزاء احنا هنا جايين عشان نشتغل ونختبر ونبتلى مش نجازة الجزاء فين الجزاء في الآخرة ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم صلى الله وسلم على نبينا محمد نشوف السؤال في حلقة الثامن والعشرين معنى قوله تعالى لست عليهم بمسيطر واحد لا تكرههم على الايمان اتنين لا تنذرهم وتخوفهم بعذاب الله نعيد تاني سؤال الحلقة الثامنة والعشرين معنى قوله تعالى لست عليهم بمسيطر واحد لا تكرههم على الايمان اتنين لا تنذرهم وتخوفهم بعذاب الله والله المستعان شكورك بارك الله وفيك حبيبي الحياة في اجابة السؤال حيتصل بنا على ارقام التليفونية تزال على الشاشة وعندنا تلاتين رحلة عمرة مقدمة من جمعية البر والطقوة ان شاء الله لمشاهدي ساعة مع الشريف نقص لنا كده سؤالين بكرة وبعض ان شاء الله ان شاء الله بنشكر شكرا خاص جدا فضل الشيخ دكتور سالم عبدالجليل على وجوده معنا النهاردة شكرا حبيبي بك بك بكرة على خير ان شاء الله وبنشكر طبعا من ترجمة الاشارة استاذة منال محمود على مجهودها معنا بكرة ان شاء الله تسعة وعشرين رمضان وبكرة سورة الاعلى ان شاء الله ان شاء الله حانا حانا بيدي فيها ونحاول نخلصها ان شاء الله نختم بيها بقى نختم بيها علشان يوم تلاتين رمضان لو احنا مش عارفين بقى حيبقى تسعة وعشرين ولا تلاتين حانا يعرف بكرة سورة عموما يوم تلاتين رمضان عاملين حلقة خاصة مع فضلة شريخ دكتور سالم وحتى الحلقة مش هبقى فيها مطبخ كلها حنقضيها مع دكتور سالم هنكلم فيها عن العيد وصلة العيد وحتبقى حلقة ان شاء الله تنول إعجاب في مشاهدينا في كل مكان في الدنيا مرة تانية بشكر دكتور سالم وتابعونا بكرة ان شاء الله في نفس معدنا ويا رب من نهاردة البكرة مصر بلدنا تابعونا بأحسن حال وربنا يتقبل منا صيامنا أميني رب العالمين شكرا لكم وسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة